السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأخبار النادي الأهلي صباح اليوم الجمعة الموافق 8 من نوفمبر 24 وأخبار مثيرة صباح اليوم نبدأها بالعناوين خبير تحكيم أسباني يحسم الجدل حول مدى صحة ركلة جزاء لزد ضد الأهلي وتفاصيل وعد أبو ريدا للخطيب من أجل حل أزمة التحكيم أول تحرك من ياسر عبد الرؤوف مع الحكام بعد توليه رئاسة لجنة الحكام وخمس تصريحات نارية مسيرة للجدل لكلر بعد فوز الأهلي على زد الزمالك يبحث اليوم عن فوز جديد أمام اسموحة في غياب زيزو ومجدي عبد العاطي يفتح النار على حكم مباراة الأهلي وزد بسبب ركلة الجزاء بعد طرده في البداية ما ننساش نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة أصارت القرارات التحكمية في الجولة الثانية أيضا حالة من الجدل خاصة في مباراة الأهلي وزد وقد تم التواصل مع الحكم الأسباني الدولي السابق الفونسو الذي بدأت تحكيم الدولي في عام 2002 واعتزل عام 2010 وأدار العديد من مباريات الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد حيث حلل الفونسو هذه اللعبة حيث قال لا أعتقد أنها ركلة جزاء لأن المدافع ليس لديه الوقت الوقف تشتيت الكرة ولا يوجد أي نية للإيزاء من قبل المدافع وهذه هي الكرة التي اصطدمت بأحمد نبيل كوكا وأضاف مع العلم أن هذه الحالات ليس بها فرص لتسجيل الأهداف وقال أيضا الحكم الأزباني أعتقد أن اتخاذ قرار باحتساب ركلة جزاء هي أقصى عقوبة في كرة القدم وفي هذه الحالة لا يتقن المدافع توقيت أيضا قفزته ولكنه لم يقصد لمس الكرة وضربها لينزلها إلى الأرض لذلك لا أعتقد أنها ركلة جزاء لأن مثل هذه الحالة لا توجد فرصة للتسجيل في رأيي أن ركلة الجزاء يجب أن تحتسب تكون بعد منع فرصة محققة للتسجيل وهو أمر غير موجود أما جمال الشريف الحكم الخبير التحكيمي على طلب فريق زد احتساب ركلة جزاء لصالح رشيد أحمد في المباراة حيث تابع جمال الشريف خلال مداخلة هاتفية على استاذ المحور مع خالد الغندور حيث قال رشيد لاعب زد لا يستحق ركلة جزاء وحكم المباراة اتخذ قرارا سليما رشيد أحمد مد قدمه لأقصى امتداد وهو الذي توجه إلى قدم أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي كلا اللاعبين تنافس على الكرة وأحمد نبيل كوكا لم يذهب بقدمه لقدم رشيد على الإطلاق ولكن العكس حدث هناك حالات مشابهة كثيرة وضعية قدم رشيد مهاجم زد غير طبيعية بعد ارتفاع القدم ونزول كعبه كعب قدمه على قدم أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي الذي كان وضع قدمه سليم بالارتفاع من الأرض وهذه اللعبة لا يمكن أن تحتسب ركل الجزاء أكد الإعلامي الرياضي أحمد درويش أن الكابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي حصل على وعد من هاني أبو ريدة بتعيين خبير تحكيم أجنبي يقود منظومة التحكيم المصرية حال نجاحه خلال الانتخابات اتحاد الكرة وكتب الناقد الرياضي أحمد درويش عبر حسابه قائلا هاني أبو ريدة يعد الخطيب بتعيين خبير تحكيم أجنبي حال نجاحه في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة ويبدأ سباق الانتخابات بعد أيام قليلة حيث يتقدم المرشحون بأوراقهم يوم 10 من نوفمبر الجاري على أن تجرى الانتخابات الجديدة وذلك يوم 10 من ديسمبر المقبل سيكون هناك اتحاد كرة جديد أو مجلس إدارة اتحاد كرة جديد أما ياسر عبد الرؤوف رئيس الجديد للجنة الحكام الذي تم تعيينه بعد إقالة لجنة محمد فاروق علق على أن يكون هناك حكم أو خبير أجنبي قال في تصريحات له هذه الأمور ليست في رأيي أنها من صالحي ولكن علق ياسر عبد الرؤوف وأكد في تصريحاته أنه باختياري وحدث توافق بيني وبين اتحاد الكرة حول الأسماء هذه فترة يجب المرور بها بأسماء متفاهمة قال سمعنا حديث عن وجود خبير أجنبي في الفترة المقبلة لكن لا علاقة لي بهذا الأمر لكن الأمر تكليف لي سنرى الفترة القادمة ماذا سيحدث فيها واستكمل ياسر عبد الرؤوف قائلا تشكيل اللجنة من المفترض أن يسير بأمر طبيعي المجلس الحالي سيرحل لأن هناك انتخابات سيوجد انتخابات جديدة ومع الاتحاد الجديد سأقدم استقالتي من أجل إتاحة الفرصة لهم سواء باستمراري أو التعاقد مع شخص آخر أو التعاقد مع خبير أجنبي وكشف عن أول تحركاتي عقب توليه اللجنة قائلا أول شيء أرغب في تحقيقه أن نكون جميعا هدف واحد وأن نثبت للجماهير أننا منظومة محترمة غاضب مما يتعرض له التحكيم المصري لأن طريقة الانتقاد ليست جيدة وقال ياسر عبد الرؤوف قل إن الحكم غير موفق أو ليس جيد لكن لا تقول إن الحكم مغرض هؤلاء الحكام سبق وأن تمت الإشادة بهم في مباريات سابقة وأتم رئيس الحكام قائلا أملك كل الصلاحيات وكل أعضاء المجلس تدعمنا وأتمنى أن تكون هناك إمكانيات من أجل نجاح المهمة وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر تعيين ياسر عبد الرؤوف رئيسا للجنة الحكام عقب إقالة اللجنة السابقة برئاسة محمد فاروق عموما كل التوفيق إن شاء الله تصريحات كولر عبر سويسري مارسل كولر عن سعادته بفوز فريقه أمس على فريق زد ووصوله إلى النقاط السلاسة وأصبح رصيده من النقاط ست نقاط في المركز الأول في جدوى للدرتيب الدوري المصري حيث قال كولر بدأنا المباراة بشكل جيد واجهنا خصما قويا عنيفا خلقنا العديد من الفرص ولكن للأسف لم نستغلها سعاداء للغاية بالفوز الذي حققناه خضنا مباريات قوية مؤخرا وسعاداء بالحصول على راحة لمنح اللاعبين فرصة للاستجمام والتقاط الأنفاس من المبكر الحديث عن الصفقات عندما تأتي الانتقالات سنتحدث عنها أيضا قال أشرف داري تعرض للإصابة بكل أسف عندما نلعب باسم الأهلي اللاعب يحتاج إلى وصول إلى فرمة معينة كسرة الإصابات في خط الدفاع أمر سيء للغاية والتوقف الدولي يمنحنا الفرصة لالتقاط الأنفاس أنا كمدرب لا بد أن أكون مستعد لمسط هذه الصروف وأحاول العمل مع اللاعبين المتاحين واستخراج أفضل ما لديهم الزمالك اليوم يبحث عن فوز جديد في غياب زيزو وتقام مباراة الزمالك واسموحة اليوم الساعة خمسة مساء على استاد برج العرب في الإسكندرية ويدخل الزمالك مباراة سموحة وفي جعبته ثلاث نقاط جمعهما من الفوز على البنك الأهلي من ركل الجزاء حسبها محمد عادل وفي المقابل سموحة يدخل اللقاء بفوزه على حرص الحدود أيضا له ثلاث نقاط يغيب عن الزمالك أحمد سيد زيزو الذي تأكد عدم تواجده في اللقاء أما مجدي عبد العاطي فقد تحدث المدير الفني لفريق زيد عن استياءه من الأداء التحكيمي في مواجهة الأهلي وقال في تصريحاته التليفزيونية مبروك للنادي الأهلي ولن أتحدث عن أي شيء فالاستيوهات هي التي تتكلم هناك أخطاء غريبة في الشوط الأول وفي الشوط الثاني كنا أقرب للتعادل في لقطة ضربة الجزاء وكنت أرغب لو أن محمود ناجي شاهد اللقطة وأن يستدعيه حكم الفار لمراجعتها نحن متأكدون أنها ركلت جزاء في هذا مكهود كبير وتعب يضيع بهذا الشكل طلبت من الحكم أن يخرج ويشاهد لقطة الفار لكنه أعطاني إنذارا ثم طردني التحكيم بهذا الشكل سيؤثر على الأندية وكانت المباراة بين الأهلي وزد أمسا في النهاية أشكركم وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته